تحول الجريمة تقتل ثلاث بنات صغار لأعمال شغب واعتداءات عنصرية ببريطانيا بعد نشر جماعات اليميل متطرف أخبار كذبة عن الجريمة هالأحداث مش ردة فعل عفوية هي فعل سياسي مقصود بيستثمر بالخوف من الإسلام واللاجئين قبل أسبوع بالضبط انطلقت الشرارة الأولى للأحداث انقتلوا ثلاث بنات أعمارهم بين الستة وتسع سنوات وانجرحوا تماني غيرهم بعملية تعن استهدفة مدرسة للرأس بي ساوثبورت بي شمال غرب بريطانيا فورا بعد الجريمة بلشت عملية تضليل على صفحات مواقع معروفة باتجاهها لليميل المتطرف المناهد للاجئين واستغلت هالصفحات عدم قدرت الشرطة على الإعلان عن هوية الشخص اللي نفذ الهجوم كونه كاسر دعيت الأخبار المضللة أنه المنفذ مسلم أولا وطالب لجوء غير شرعي تانيا وحتى عطته اسم علي الشكاتي هوية مدروسة كافيرة بسياغ التحريط بيجمع بين إسلاموفوبيا والتحريط على اللاجئين ساهمت إيادات اليميل المتطرف بها الحملة مثل نايجيل فاراج وتومي روبنسون بس الإحساءات بتفرج كمان أنه حملة التضليل عبر الحدود نص الحسابات اللي نشرت الإشاعة كينية أمريكية بعد ثلاث أيام من الجريمة اضطر الكضاء يكشف عن هوية المنفذ للحد من الاترابات تبين أنه مش لاجئ ولا طالب رجوع ولا مسلم هو مسيح بريطاني ولد داخل البلد من عائلة جذورها رواندية بس ما أثر كشف هوية الجريمة على الاترابات وحملة الكراهية كملت الاعتدائيات اللي عم تتغزى من حملة تخويف المجتمع البريطاني من الغربة اللاجئين والمسلمين واللي زادت وطيرتها خلال وبعد حملة بريكسيت والشعارات اللي طلعت بعد الجريمة مثل أوكف والكوارب بتفرج كيف بيستعمل يميل المتضرف أي حدث أمنه ليغذيه الخوف ويبني عليه سياسيا والهدف هالمرة هو يحشر حكومة حزب العمال اللي بعدها واصلي على الحكم ومنع من التراجع عن السياسات المناهضة للاجئين اللي تبنتها الحكومة السابقة